الفقرة الثانية جهود وزارة الداخلية وإدارة الشرطة وولاية الخرطوم للقضاء على تسعة طويلة نتابع التقرير جرائم الخطف والنهب بواسطة راكب الدراجات النارية والشهيرة بجرائم تسعة طويلة أقرب تفسير لهذا الاسم أنه مأخوذ من لعبة الويست الكشتينة وفيها من يحصل على الرقم تسعة يشكل خطورة على خصم الذي يخرج من اللعبة دون تحقيق أي مكسب لا زال تفشي هذا النوع من الجرائم يثير الهلع في شوارع الخرطوم المؤسف أن محاضر الشرطة دونت كثيرا من حالات الوفاة والإصابات الحارجة للمجن عليهم أثناء مقاومتهم للجنات ولا زال الجدال مستمرا حول أسباب تنامي هذه الظاهرة لكن تظل السيولة الأمنية والضائقة الاقتصادية والنزوح هي أبرز الأسباب بحسب سيناريو ارتكاب الجريمة يرى مراقبون بأن تسعة طويلة فعل إجرامي منظم من قبل عصابات النهب نائب رئيس مجلس السيادة الفريق قول محمد حمدان دقلو أشار خلال حديث في إفطار الرمضاني إلى أن هؤلاء المجرمين معروفون منتقدا عدم تعامل الأجهزة المعنية معهم والقبض عليهم مؤخرا لجأ مواطنون إلى الحماية الذاتية فانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يعذبون بصورة عنيفة مجرمي تسعة طويلة تم القبض عليهم متلبسين قبل أيام قلاء الوجهة لجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع نداء لمواطني ولاية الخرطوم حثتهم فيه بالتبليغ الفوري عن مجرمي تسعة طويلة كأول خطوة نحو مجتمع آمن وذلك ضمن خطة استثنائية وحملة شاملة وضعتها لجنة أمن ولاية الخرطوم للقضاء على جرائم الخطف والنهب بدأت الخطة بعقوبة السجن والغرامة لمن يستحب راكبا على دراجة نارية كما شملت الخطة تكثيف دوريات الشرطة وإطلاق حملات استباقية مكثفة تستهدف بؤر الجريمة لبسط الأمن والاستقرار ومحاربة الظواهر السالبة ويبقى السؤال هل ستنجح هذه الإجراءات في القضاء على جرائم الخطف والنهب أو ما يسمى بتسعة طويلة بعانا عبر الهاتف العميد شرطة مزمن عبد المجيد أحمد مدير إدارة المباحث الجنائية عضو اللجنة الأمنية سيد العميد مساء الخير عليكم السلام مرحبا سيد العميد أولا الحملة الآخيرة اللي بدأت بداية الإسبوع يعني نتائجة وثمارة حتى الآن نعم أولا في البدء والله شعي جدا في الاتصال وأشكركم في غنات أنني أدرك جمع الحملة في شرطة في العدفرطوم هذه الفرطة الغالية والتحية السجلة لذي يوفق الكرام والجمع المشاهدين داخل السنة وخارجه الحمد الآن أنه تم تنظيم نظمة ثلاثة شرطة السودان الموصلة بشرطة أولاد الفرطوم حملة كبرى لقوارة جريمة بالتنسيق مع غيادة منطقة الفرطوم العسكرية بمشاركة الشرطة بكل مكوناتها والقوات المسلحة والمخابرات العامة فهو سدام السجل نعم كان بيوم الاثنين يوم 16 مايو استهدفت الحملة منطقتين منطقة اندربان الكبرى كان الحارة 26 اللي هي لحتة تم تميه بالجغو منطقة البحر الكبرى منطقة طيبة الحامدة العزة نعم والحمد لله أثرت هذه الحملات نتائج نتائج كبيرة جدا تم ضبط كبير عادة كبير من المستحامين وماتذين الإجرام وضبط كثير من المعروضات المشروقة سيد العميد في مراحل سابقة برضو وكان في حملات مشابهة البرق الخاطف واحد واثنين وكثير من الحملات المشابهة نجحت في حين انها تحد من الجريمة لأيام ورجعت تاني بأكثر حدة شنل بيختلف المرة دي والله بيختلف عنه نعم في بعض ظروف الاقتصادية وفي حيات كثيرة عدت لانتشار هذه الظاهرة الظروف الاقتصادية من بمنعها وليبيد العجنبي وحيات كثيرة جدا لكن الحمد لله إن الحملات حتستمر وحيات الحسن وحيات تنحسن حظ الظاهرة بك سيد العميد بتسمعوا أنه البعض بتهم الشرطة نفسها بالبط في التعامل مع الظواهر ومع التفلتات الأمنية كيف ممكن تردوا على النقطة دي والله لا أبدا ما في بط ما في بط اللجرات ماشية تمام الحملات مستمرة حاليا الارتكازات في شوارث وكل داخل العاصمة وقارية عندنا ارتكازات في المعاضر وداخل الولايات في تقضاءات الهامة وعلى سبيل المثال الحملات الثلاثة إن شاء الله ستنتظم بصورة منتظمة في كل المناطق وقوى الجريمة إن شاء الله أخيرا سيد العميد الملاحظات المسجلة إنه في بعض الأفراد تابعين لبعض الحركات المسلحة وبعض المتفلتين حتى من بعض القوات النظامية هل برضو الموضوع ده موضوع في الاعتبار والحملات الأخيرة هل في شخصيات فعلا بتتبع لأي مجهات اللي احنا ذكرنا قبل شوية شغل زي ما قولنا تصرفات شخصية يعني تصرفات شخصية مع تصرفات داخل الحركات فالحمد الله إنه تم ضبط كثير منهم ويحملون بطاقات إنه يقولوا بطاقات مزورة حيث أنه يقولوا تابعين للحركات لكن بطاقاتهم مزورة والناس بسيطين تابعين للحركات الحمد لله بسي حاليا تحتل غضو الغانون نتوقع إنه الحملة دي يعني تبث روح من الاطمئنان عند المواطنين لأنه التخوف والشعور العام عند الناس بيقى منتشر إلى حد كبير بغياب الأمن في البلد سيدة إن شاء الله حملاتي حداتي اكتمارها وإن شاء الله الناس كلهم سيلاحظين حصار الظاهرة سيدة العميد شرطة مزمّل عبد المجيد أحمد مدير إدارة المباحث الجنائية ولاية الخرطوم عضو اللجنة الأمنية شاكرين ومقدرين سيدة العميد شكرا جزيلا الظاهرة دي قديمة سنوات طويلة بدت بمسميات كثيرة جدا مؤخرا اتفق الناس على مسألة تسعة طويلة من البداية أوضع الاقتصادي السي المتدهوري لأحد كبير بنعكس سباشرة على المستوى على انهيار أخلاقي وأمني الأمني مسؤولية الدولة والأخلاقي مسؤولية المجتمع والمجتمع مشارك حتى في الجانب في الجانب الأمني عدم تبليغ الناس على السرقات التي تحصل أشكالية برضو والناس نفسها تتجه لتبليغ الشرطة على أبسط وأقل جريمة ممكن ترتكب عندك في الشارع ولو يعني سرقت بعض المتعلقات في واحدة من العربات البلاغات الكثيرة صور المتهمين دي متداول وبالتالي كانت تلقاء القرض عليهم بتكون أسرع لكن طبعا المسؤولية هي مسؤولية الدولة بشكل رئيسي ولما نكون فيه انتقادات من الدولة نفسها ممثلة في نايف رئيس مجلس السيادة ده بيضع عبء أكبر على القوات النظامية بضرورة على الشرطة تحديدا وجميع القوات النظامية الحملة الأخيرة دي حملة مشتركة فيها أمن وشرطة وجيش ودعم ودعم سهلية مهم جدا أن القوات النظامية تقوم بهذا الدور مشكورة عليه واجبها لكن برضو الناس تشكرهم على ما بيقوم به وضرورة استمرار هذه الحملات ما تكون نفرة فقط في ظل انتشار متزايد ومتسارع للجريمة يكون منهج مستمر للقضاء على الجريمة إلى بذرجة كبيرة طبعا الجريمة بالمطلق مبتل تأيه لكن على الأقل الظواهر المنتشرة والسرقات والنهب وتهديد حياة الناس والفيديوهات التي نشوفها نجيزه منها الآن خطف الشنط من البنات والموبايلات وأحيانا الاعتداء على الناس في عرباتهم أو في منازل بمسألة أصبحت مزعجة إلى حد كبير ولا بد من التعامل معها بحزم وحزم شديد من قبل الشرطة وبقية القوات النظامية